أمام امتحان صعب الصدر يرفض تشكيل حكومة إطارية بالمغطلق ولهذا هو يحاول استثمار الاحتجاج الشعبي التابع له بالتحشيد تجاه الضغط لعدم تشكيل الحكومة من قبل الإطار خاصة بعد أن تسربت معلومات عن قبول الحزب الديمقراطي والسيادة لموضوع التشكيل الحكومة رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أكد في وقت سابق أن حل البرلمان ليس من صلاحية القضاء إلا أن الصدر يصر على ذلك حتى أن الآراء اختلفت وتعددت حول مدى دستورية وقانونية ما طلبه الصدر من القضاء وما إذا كان بإمكان الأخير حل البرلمان دون أن يقرر النواب ذلك هناك رأيهم في هذا الموضوع الرأي الأول أجازة للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان استرادة للمادة 59 من القانون المدني كونها شخصية معنوية وارتكز على هذا المبدأ أنه الشخصية المعنوية إذا لم تستطع عداء واجبها فيجز القضاء أن يحلها وأيضا من باب الولاية العامة للبحكمة الاتحادية الرأي الثاني يقول لك لا أنه الحل ذاتي وليس قضاء أنصار الصدر ما يزالون داخل المنطقة الخضراء يحاصرون مبنى البرلمان وعليه لن يكون بالإمكان عقد أي جلسة يعتقدون أنها ستكون بوابة للالتفاف على مطالبهم وإفراغها من مضمونها يبدو أن الصدر ليس في وارد التراجع عن مطالبه المتمثلة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ثانية شاء من شاء من القوى السياسية الحليفة والمنافسة وأبى من أبى من بغداد منتظر رشيد العربية شكرا